طبعاً ده تكريم مش محمد فضل تكريم لللجنة منظمة تكريم للدولة دي بطولة الدولة وانا قلت الكلام ده من الاول ومن اول يوم يمكن كان فيه انت قادات يمكن الناس مكادش مصدقة بعد القرعة وده كان اهم حاجة نشتغل عليه ان انت يبقى انت الانطباع الاول مش للمصريين فقط للعالم فالناس كلها طلقت بتتكلم كل وكالات الانباء العالمية قالت ان القرعة تاريخية تجد تشتغل طموحك بيعل باشكر احمد سامي طبعاً اخويا ان الناس دي صدقتني من الاول يوم وانا بتكلم على الرؤية نيابة عن لجنة منظمة المهندسانية بوريدة طبعاً مهندس احمد مجاهد دكتور مصطفى عزام بقيت عضاء اللجنة اللي تعب وجداً وبيناموش انت بتتكلم ان ما تيجي تتنقل رؤية والناس صدقك وادعمك وتبقى واثقة فيك وتبقى تشتغل تبقى شريك معاك دي لوحدها نجاح نجاح ليك ونجاح ليهم ونجاح للدولة الدولة وفارت كل حاجة شفت الملاب عاملة ازاي السادات عاملة ازاي infrastructure بتاع الدولة لسه هتبني transportation accommodation broadcasting عاملة ازاي كل التفاظيل دي هو ده اللي جس ده اللي انت سايبه ده التراس اللي انت سايبه بعد كده بعد كده عشان مش بعد كده وخلاص عابني عليه طيب؟ هتبني عليه غصباً عنك هتبني عليه ده تبني عد أوروبي كسعلم ما نشي هيا دي بداية تعال بص على اللي بعديها انت عاوز ايه فيه short term plan انت عملته وعملته صح عشان تعمل long term plan هو ده اللي مفروض هيحصل بإذن الله من خلال الدولة المصرية اللجنة المنظمة بعد البطولة دورها بينتهي تماماً وبعد كده ده مشوع دولة فما تيلقش منه يعني فأنا شايف ان الحمد لله والأهم خلي بيالك إحساس الشعب المصري بالفخر بعد الافتتاح ودلوقتي أثناء البطولة ده مهم جداً ده هو ده نجاح بتعبنا اوي الدمجو تتعم بس لو ما عندكش دعم ولا حاجة فاحنا تتعبنا اوي اوي اشتغلنا بحب لجنة منظمة والشعب المصري المصري ما صدقك بقي ساعدك كله بالمؤسسات كلها بتساعدك الأمن هتقول لي كل ممكن عدوا قولك بقى كل بقى كتاعات بقى قولك وزارة التهيران عملت إن دي قول مرة تحصل يبقى فيه صالة مخصصة لاستقصال أربعة لاستقبال الوفود الناس دخلت وزارة الداخلية الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة المالية ممكن عدوا قولك بقى كل الوزارات تكليف من السيد رئيس الجمهورية يبقى الموضوع نتاح ده بطول الدولة من الأول هدفنا إن إحنا في البطولة مدة البطولة نوصل للعالم رسائل كتير جداً الحمد لله نجاحنا إن إحنا وصلنا كل الرسائل تقريباً وأكتر وكان توجودي مع موانساني بوريدة ووزيرة السياحة وقلنا إحنا هنعمل دعاية بمليارات حصل وإحنا ما بنفكرش بطولة إحنا بنفكر لما بعد البطولة نزام تسكارتي نزام الفاناء هذه سيكوريتي ماجرز البيس روكونيشن باللسادات البوس فكرنا كل حاجة لما بعد البطولة مش البطولة فقط وده الحمد لله لحتى الآن نجاحنا فيه ولسه مطالبين كدولة بحاجات أكتر إن شاء الله هتلاقي كل حاجة إن شاء الله طبعاً هتلاقي كل حاجة وبقولك اللي أنت زرعته في الشعب المصري أن أنت وريت ودولتك تقدر تعمل إيه وإنت بيتحسب بفخر ممكن خلي بالك إحنا شعب عاطفنا فأنت ممكن تعلى وبعدين تنزل بسرعة لأ أنت بقى لك فترة صدق وشوف وجرب فأنت خلاص بيتعندك ثقة دورك أن أنت خلاص ستمشي بالتراك اللي ترسم هو ده الدور فأنا بوعدك بإذن الله إن شاء الله رب ختمها هبقى مسك بإذن الله الفضل اللعيب الكورة شايف الثالث والرابع إزاي وشايف النهائي الكاني إزاي أنا الأول نفسي أرجع لعب كورة بالحاجات اللي موجودة دلوقت لاي حد يلعب اللاعب واللسادات خلي بالك انت عملت ملاعب التدريب الإضاءات بقت 500 لكسز عكس اللسادات بقت 2500 انت بتتكلم بحاجات اللعيب الكورة هترجع ما تدخل تلعب على ملاعب دي واللسادات لا انت عمل ريكوفري روم في كل السادات عمل حاجة محترمة جدا والله العظيم يعني كاس عالم انت بتتكلم بكاس عالم ناحية فنية مش هكلمة غير بعد ما خلص البطولة أرجع لمقاعد المحللين لكن أنا شايف اللاربع فرق هم أكثر ربع فرق يستحقوا كان نفسي يكون منتخب مصر كان نفسي منتخب المغرب بس منتخب المغرب الموتش الأخير اللي خرج مكانش كويس فأنا شايف اللاربع فرق تستحق ماتش ناجيريا وتونس بماتش كوي فرقيتين محترمين فرقيت تونس عندها خبرة فرقيت ناجيريا عندها إمكانيات عندك السنغال والجزائر أنا طبعا يعني في النص بصفة المدير للبطولة السلوجون اللي احنا اخترناه يورلند يورهوم لازم نكون في حتة وسطية هي دي احنا بنخطب أفريكا كلها مش عارف فقط منتخب الجزائر منتخب قوي جدا جدا منتخب السنغال عنده عناصر قوية جدا كورت القدم اللي بيحيحترم المنافس باليوم ده هو اللي أخذ البطولة نتمنى إن شاء الله يبقى اختمها ميسك بإذن الله الحمد لله طبعا لوحب بيقولك كلمة حلوة تفرق معك جدا ومش شرط إنها تبع حقيقة أو تتحقق مش شرط بس إن الناس تقدرك الناس تحترمك كلجنة منظمة خليبك أنا بمثل اللجنة منظمة فالناس اللي ما تحترمك كما تعمل كده أنت تبقى يعني أنت مبسوط انبساط غير طبيعي يعني أنا بقولك أنا فرحان جدا فخور جدا بشكر الناس جدا الشعب المصري جواه خير بس أحركوا هتلاقي فيه خير الشعب المصري صدقك الشعب المصري مش هعمل كده غير لو ما صدقكش مش هعمل كده صدقك وجرب فترة جاية علينا يعني بص علينا يعني حملي كبير جدا جدا أن أنت تحترم الشعب المصري أن يحترم الشعب المصري تخطبوا من هنا صدقني هيحط فوق دماغهم فأنا بشكرهم جدا ويا رب إن شاء الله ما تشنهاي يشرفونا ويعني ما يزعلوش مني أنا عارف أن التذاكر عارف أن كل الكلام ده بس هيكملوها لمنظر الوطن وبإذن الله هتبع حاجة مشاربة إن شاء الله